أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكي عن مأكشوف تأتيكم عبر إذاعة وتلفزيون فلسطين وقناة الفلسطينية المفاوضات المصالحة وزيارة قداسة البابا ثلاثة محاور سنطرحها في حلقة الليلة على المستشار السياسي للرئيس محمود عباس الأخ نمر حمد أهلا وسهلا لكن قبل أن نبدأ الحلقة لا بد أن نطرح ما جرى من تفاعلات اليوم في وزارة المالية وردود الفعل في الشارع الفلسطيني حول هذا الموضوع إثر إعلان موظفي الوزارة عن نيتهم الاعتصام للمطالبة بتحسين أوضاعهم وعلوات وحوائفز كانوا وعدوا فيها من الحكومة السابقة وأيضا من الحكومة الحالية وبحسب بعض الموظفين فإن الدكتور شكري بشارة وزير المالية استفز من تصرف نقابة العاملين وتوعدهم قائلا إن مثل هذه التصرفات لا تخدم المصلحة الوطنية في هذا الوقت بالذات وبحسب النقابة فإن الوزير ذهب إلى أبعد من ذلك في حديثه مع عضو النقابة الذي كان يقوم بتعليق البيانات على اللوح المخصص لذلك ويدعو للإضراب لكن لمجال لذكر ما تقوله النقابة من ناحية أخرى نفى الوزير وعلى لسان مقربين ادعاءات النقابة حول ما نسهب إليه علما أنني حاولت الاتصال بالدكتور شكري بشارة وزير المالية الحالي وعلى ما يبدو من مصادر فلسطينية أنه أيضا سيكون الوزير القادم في الحكومة حكومة الوفاق القادمة لكننا لم نتمكن من الوصول إليه لكن لا بد أن نطرح هنا لماذا هذا التوقيت للإضراب وهل من حق موظفي وزارة المالية الحصول على علوات وحوافز أكثر من باقي موظفي السلطة الآخرين وبماذا يختلف موظف إداري في وزارة المالية عن آخر في وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا ونطرح أيضا لماذا في هذا التوقيت بالذات تقرر النقابة الاعتصام والتصعيد إذا كان هناك لجنة حوار بين الوزارة والموظفين نحن في برنامج حكي عن مكشوف نأمل من السيد الوزير والإخوة في نقابة العاملين العودة إلى لغة الحوار لما فيه المصلحة العليا للبلد ونأمل من لجنة الحوار تفعيل دورها وحل هذا الإشكال بما يتلاءم ومصلحة العاملين وقدرة الخزينة على الإفاء بالتزاماتها في نفس الوقت فاصل قصير ونستقبل ضيفنا الأخ نبر حمد في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزي في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من العنجيل والقرآن في القدس صلينا على الأسفل في القدس من في القدس إلا أنت في القدس دب الجند منتعلين فوق الغايم في القدس رغم تتاب إنك بات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين أخ نبر حمد أهلا وسهلا بك في برنامج حكي على المكشوف هذه ليست المرة الأولى أنت ضيفنا ولكن قبل أن نبدأ في حديثنا حول المحاور الثلاثة التي حددناها للنقاش في الموضوع السياسي المصالحة الحكومة المفاوضات إلى آخر أود أن أسألك عما سمعت اليوم وعن رأيك فيما جرى اليوم في وزارة المالية يعني بعتقد أنه أتمنى ويتمنى كل حريص على هذا الوطن أنه هذه الأمور يعني لا تحصل نحن الآن بصدد مرحلة جديدة يعني هناك حديث الآن عن تشكيل حكومة جديدة التزامات هائلة يعني لا مبرر أنا بعتقد الآن للحديث أو للقيام بإضرابات من الأفضل الانتظار يعني هناك أمامنا أمور عديدة ستتضح خلال الأيام القادمة هو اللي كان متحمل أنه بقوله أنه منذ ثلاث سنوات يعني أنا بعتقد أنه كان بإمكانه أن ينتظر أسبوع عشر تيام خمسة عشر يوم بدون ما نوصل إلى هذا المرحلة لأنه فيه إضرابات ولماذا ومن مسؤول ومن هدد أنا بعتقد أنه هذا لا يفيد ولذلك يعني ما قلت أنت يعني أتمنى أنه هذا الموضوع يهدأ الآن حتى نرى الحكومة القادمة وماذا ستستطيع أن تقوم به طيب أنا سأبدأ مباشرة الآن في الحوار حول يعني عندما نتحدث عن المفاوضات البعض يقول هناك مفاوضات إذن هناك لا يوجد مصالحة وعندما نقول هناك مصالحة لا يوجد مفاوضات يا هل ترى هل المصالحة يزيد من تعقيد الوضع في المفاوضات أو العكس؟ وهل للموضوع المفاوضات ارتباط بموضوع المصالحة؟ شوف أخمار أنا بعتقد أنه أي فلسطيني إذا ما بينطلق بالأساس عندما يتحدث عن قضيته من أنا والطرف الآخر بقصد أنا والاحتلال من يستفيد من هذا العمل ومن يتضرر من هذا العمل كل مين بزيغ نظره عن هذه المعادلة يخطئ هناك إمكانية لأن أكسب أكسب أو أكسب مقابل أخصر أو أخصر وأخصر ما شو بأصل بهذا؟ بإمكاننا كفلسطينيين أن نسير في المصالحة وأن يستمر موقفنا الواضح تماما بالنسبة لموضوع المفاوضات جميل ونضع إسرائيل في مأزق وبإمكاننا بالمقابل أنه نيجي نقول لا بدنا نعمل مصالحة لكن إحنا مش سائلين عن العالم وبدنا نقول بدناش مفاوضات وهذه المفاوضات عبت وأمور أخرى ممكن وقتها نكسب في موضوع المصالحة نرضي حالنا بموضوع المصالحة لكن نخسر ما نحاول أن نراكم الآن من تعييد إلنا على الصعيد الدولي موازين القوى على الأرض واضحة واللي لديه أوهام نتمنى بالعمل السياسي ليس عقيدة ليس دين الأحزاب في الغرب حتى في إسرائيل جبنا واحد كان بالليكوت بروع على حزب تاني بغير اسمه تاني يوم الأحزاب تتغير والبرامج تتغير الأحزاب العمل السياسي ليس عقيدة ولذلك ما يخدم قضية الشعب بيحاول أي واحد عامل حزب سياسي أنه يغير برنامجه ويؤدج أموره ما يخدم مصالح الشعب بما يخدم الناس يعني الآن بالغرب سابقاً كان فيه شيء اسمه أيديولوجيا والأحزاب كانت تتصارع في الغرب على موضوع الأيديولوجيا الأحزاب الاشتراكية تريد أن تهد الرأس مالية هذا الكلام ما عدتش تسمعه الآن إيش صار؟ غلاء المعيشة الرواتب تكلفة الإنتاج أمور أخرى صارت فلسطينية لا نستطيع أن نقول أنه هناك عامل وطني فقط ولا للمعيشة ولا بدك تدمج بين الجهتين أنا أريد أن نطلق باستمرار ماهر لا من العامل الوطني لأنه بالأساس العامل الوطني بالأساس العامل الوطني لما بحكي عن توفير عوامل الصمود لبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه هذا أهم إنجاز وطني في ظل موازين القوى القائم الآن لكن إذا بطلع أنا ومن شان أني أكسب تصفيق وأقول ليحضروا التوابيت في تل أبيب اللي بيصلع بكل بساطة تالي إسرائيل بتحمل هذا الكلام بتقول شوفه شوف ماذا يتكلمه نعم المردود إيش؟ المردود أني أعطي لإسرائيل ذريعة أي ذريعة بعطيها لإسرائيل ستؤدي إلى وضع اقتصادي صعب فلسطينيا حتى مدخلش بتعقيدات كتير إحنا الآن لدينا مشكلة مش بس هجرة إخواننا الذين يعانون في سوريا لا أنا بقول وأرجو أي حد من الإخوان في غزة يسمع جيدا هذا الكلام هناك هجرة أعداد كبيرة من الشباب تمت وتتم من قطاع غزة لبرة وموجودين في أوروبا وبروحوا على مصر بحاولوا بالبواخر وقسم بروحوا على ليبيا إذن يفترض أنه في هذه المرحلة عندما نتحدث عن المصالحة وموضوع المفاوضات أو العملية السياسية خليني أقول العملية السياسية ربما فيش عملية بمعنى عملية سلمية لأنه السلام بحاجة إلى طرفين في طرف آخر واضح مغلق هذا الباب لكن هل نغلق طريق العمل السياسي العمل السياسي بيعني التواصل مع العلم الآن برأيي أن الأخ الرئيس أبو مازن لأي إنسان موضوعي يحاول أن يحكم على الأمور سواء كان فلسطيني أو عربي أو أجنبي يستطيع أن يقول أنه بالنسبة لملفين كانوا في غاية الصعوبة وضغوط غير عادية كانت على الأخ الرئيس أبو مازن وربما إن حياز ضد مواقفه بالنسبة لموضوع المصالحة اللي كان فيه أطراف عديدي للأسف إقليمية وغير إقليمية أخذت مواقف أخذت مواقف كانت تعتبر أنه هناك مقاومة وكأنه الرئيس أبو مازن ماشي بشيء آخر اسمه فقط أنه المفاوضات والمفاوضات العبثية وغيره ثبت الآن أنه بالنسبة لموضوع المصالحة لا عندما توفرت ظروف موضوعية الأخ الرئيس أبو مازن كان المبادر وعلى استعداد وسهل كل شيء وبعتقد أن الآن موضوع المصالحة إذا مشينا فيه بالشكل الذي يخدم الموضوع الفلسطيني لا قادرين أن ننجزه الموضوع الثاني موضوع المفاوضات أيضا العلاقات الإسرائيلية الأمريكية كنا بنعرفها إسرائيل وكأنها إحدى ولايات الولايات ولكن لا أحد ينكر أيضا أنه أيضا هناك تغير في الطرح الأمريكي في رؤية الأمريكية بسبب السياسة التي اتبعتها أنت ما تركت لا للأمريكيين أي حجي ولا حتى للإسرائيليين حجي أنني حملوكم بالسياسة الحكيمة والمنطق والأقلاني إذن خلينا نمشي بموضوع المصالحة بس نمشي بأي اتجاه باتجاه أنه نحاول أن نوفر عوامل القوي طب وهنا يعني هنا أنا بدي أبلش أسألك عندما نتحدث عن المصالحة أحد أبرز أو في مقدمة المصالحة بتيجي تشكيل الحكومة وبتتشكل هاي الحكومة واللي بترح تتشكل أنا ما أعتقد الأسبوع القادم واللي بأعتقد أنه يعني بعد زيارة البابا في ظل ظروف دقيقة وحساسة وأسرائيل دائما تحاول التصعيد لإفشال هذا الموضوع وتحاول أن تلتقط أي إشارة وتركز على أنه حماس حركة إرهابية بعض التصريحات من قياديين في حركة حماس ربما تعطي إسرائيل ذريعة بالتصرف ولكي تقول للعالم جميعوا تفضلوا وشوفوا هاي أبو مازن وهاي حلفاء حماس واللي بقولوا من ندمر إسرائيل وإسرائيل من البحر إلى النهر وإلى آخره كيف إحنا يعني الحكومة اللي بدا تتشكل تعمل في هيك أجواء يعني فيه نقلين فيه ناس وجهة نظرهم السياسية هيك وفيه ناس وجهة نظرهم السياسية هيك وآخر يعني خطاب للأخ اسماعيل هنية وهو أحد من أبرز قيادي حركة حماس يعني فيه خطابه الأخير كان واضح عندما تحدث عن الأمن وعن المقاومة وعن العقيدة الأمنية وهواء الأخري شوف يا أخمهر يعني أنا أعتقد كل فلسطيني الآن يعني أولا متفائل وينظر بأمل أن المصالحة تنجز وكل فلسطيني يأمل أنه هذه المصالحة تضيف له ولا تضر كل فلسطيني يريد أنه هذه المصالحة تفشل ما كانت تريده إسرائيل من استمرار حالة الانقسام لكن بنفس الوقت كثيرين أنا أعتقد فيه عدد كبير من الكتاب ليس بس كتاب حتى قادي قادي تحدثوا قادة فصائل فلسطينية تحدثوا أنه هل فعلا اتفاق المصالحة يعني واضح ما فيش مطباط ما فيش كذا فيه فيه كتير من الأسئلة اللي قلته هو موضوع يعني جوهري بهذه الحديث عن المقاومة بالشكل المطلق موضوع في غاية الحساسية لأنه بين أن تتحدث عن مقاومة منظمة للاحتلال وبين أن تتحدث عن حالة من الفوضى كل تنظيم كل فئة عندها جناحة العسكري التي ستعيدنا إلى الفوضى لا يكفي الآن من التصريحات اللي بتطلع أنه يقال ولكن سلاح المقاومة لن يمس ما هو المقصود بالسلاح المقاومة هذا السؤال على الإخوان في حماس أنا بعتقد أنه هذه الأمور ستأتي لاحقة لكن أخي مريعني لكن يعني أيضا أنتو في الواضح أنه في المصالحة تم الحديث فقط عن الحكومة والحكومة ما أسهل تشكيلها يعني بكرة الصمحة ستتشكل بس عندما تتحدث عن قضايا الأمين والميليشيا والتنظيمات العسكرية وإلى آخر هذه قضية شائك لا أحد ينكر أنه في قضايا عديدة بحاجة أن تحن مستقبلا ولذلك الآن يقال أن الحكومة يعني مهمتها الأساسية ستكون مهمتها الأساسية ستكون إعداد الانتخابات لكن لكن بنفس الوقت بنفس الوقت وبالعقل أنه مش راح تكون بس مهمتها طب هو يعني أننا بنحكي عن الانتخابات أخ نحن بنحكي أخ أبو المجد عن أنه في الاتفاقيات القاهرة والدوحى أنه ثلاث شهور والآن يترمي الحديث عن ست شهور ياسي دي سنة الناس بتتساءل يوم هالسنة راح تحل يعني الحكومة راح تكون قادرة تحل كل هاي المشاكل اللي مطلوب اللي مطلوب إذا توفرت القناعة والنية يعني فيه هدول شغلتين مرات أنه مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي أن نتبع نهج في مقاومة الاحتلال هو كذا بمعنى المقاومة الشعبية السلمية وآن الأوان أن ندرك أنه حتى لما بنتحدث عن فيتنام أنه أحد أكبر القوة اللي كانت في المعركة ضد الاحتلال الأمريكي الرأي العام الأمريكي هذا بقولوا الفيتناميين مش احنا كيف تستطيع أنت أنك تجند حتى داخل إسرائيل مش بس بالغرب قوة ضد الاحتلال هل هناك قناعة؟ بعدين ألم يعني الأوان أن تكون اللغة الفلسطينية تقريبا لغة واحدة لأنه إذا استمرنا إحنا في الحديث وهذا كلام ربما يكون الشعبي أو شعبوي أنه نقول من النهر إلى البحر اللي بيستمر يقول ولا ريح منها إسرائيل ستقول بديني يدمرونا إذا فواحد بدي يجي يدمرني إذا من حقي أدمره قبل ما يدمرني لذلك يعني يعني لماذا مرات بتطلع بعض الجمال من قائد ما في فصيل ما يتحدث عن المقاومة وبقولي بنقبل بدولي بحدود السبعة وستين وعاصمتها القدس لكن مقابل هدني خمسة عشر سني طب ولكن يعني جميل جميل لكن مش سياسي ولكن في المقابل إسرائيل عم بتقول الضفة الغربية حتى يهودة والسامرة لحد الآن قضية الاستيطان المنتشر والمستشري في الأراضي الفلسطينية في داخل حدود السبعة وستين بما في ذلك القدس الشرقية لا يعطي مجال لإقامة دولة فلسطينية يعني على الأرض عمليا هناك دولة واحدة إذن من حق الفلسطينيين كمان يقولوا بالمقابل إذا هم بيقولوا يهودة والسامرة ولها الاستيطان المستمر لا يا عمي طب معناها حيفا ويا فعلنا ما هو ماهر وحل الدولة الواحدة يعني عمليا إسرائيل عم بتترسخ فيه ماهر عمليا شوف يعني خلينا ناخد في إسرائيل بتحاول من خلال القوة أن تفرض شيء على الأرض داخل الجدار يعني حتى بعد الجدار يعني إسرائيل لا متقيدة لا بجدار ولا بغيره بتحاول تفرض شيء على الأرض وفيه وزراء بقولوا لك نضم غور الأردن ونضم كذا حتى الضفة الغربية اليوم وكل الضفة الغربية الموقف الإسرائيلي هذا موقف مرفوض من العالم متش المبارك في محاضرته وقال لا بديل منطقي سوى حل الدولتين الذي يقف في وجه حل الدولتين إسرائيل طيب ما هو البديل ما هو البديل عند الإسرائيليين ما هو البديل عنده لما بتقول لهم أنت البديل دولي واحدة عمليا على بالآخر على نمط ما كان سائد في جنوب إفريقيا يعني بمعنى أنه في دولي واحدة بس أنت حقوقك ناقصة مثل ما مثلا إخواني اللي بـ 48 مواطنين بدولة إسرائيل لكن لهم حقوق أقل أنت بكرة بالضفة الغربية لنفطر بصير أقل وأقل أقل وأقل وهكذا هذا لا مستقبل له والإسرائيليين بقولوا ليس هذا الحل الذي نريده إذن عمليا همي لا حل الدولتين قابلينه هذه الحكومة ولا حل الدولة ولا حل الدولة الواحدة إذن براهنوا على إيش الإسرائيليين برأيي الشخصي يراهنوا على وهم وعلى مجهول في النهاية الاستيطان غير شرعي مش ما يتم الآن ما تم سابقا والإسرائيليين بعيدا عن منطق العنجهية والقوة والاعتقاد أنه جباروت القوة أبدي يكفي أن يقرأ واحد مثل نتنياهو معرفش أبوه مؤرخ كان لقيش يعني لو بحاول يقرأ بس تاريخ الإمبراطوريات صعود وهبوط الإمبراطوريات سيكتشف أن الذي يبقى هو البشر وليس الحجر شوف قديش في هذا العالم بما في ذلك بلادنا في آثار كان في ناس محل ما فيه حجار بتعرف شوية الرحو لكن الإنسان به ولذلك أنا بأعتقد أنه في مواجهة الإستطار كيف نوفر عوامل الصمود وهذا اللي باستمرار يعني عندما يتحدث الأخ أبو مازين دائما على موضوع الأمن أنه توفير الأمن للمواطن وتوفير عوامل الصمود الاقتصادة للمواطن أنا برأيي ونفكر شوي كفلسطينيين هذه هي المقاومة الحقيقية أنا إذا ما فيه أرجع اللاجئين اليوم لفلسطين على الأقل ما زدش عدد اللاجئين اللي يطلعوا من فلسطين لبرة بهذه العقلية بنستطيع بصبر وليس سهل لما واحد بتصادر بيته بتصادر أرضه بنهدم بيته كلنا بنعرف أنه ليس مش سهل لكن هذا الشعب اللي عانى واللي وصل لهذه المرحلة اليوم أنا بعتقد يفترض أنه هذه التجربة الطويلة أنضجتنا جميعا وما لازم ننجر لردود الفعل الإسرائيلي الإسرائيليين بعمليات القتل هدول الشابين اللي قتلوا بدم بارد بدم بارد أتمنى كل العالم يشوف كيف قتلوا هي محاولة إسرائيلية من أعلى القمة التي تتخذ القرار في إسرائيل لجرك إلى دائرة العنف ما يريد نتنياهو قناعتي أن نتنياهو يمكن قبل ما ينام ولما بصحى الصبح بصلي يريد السر لعملية عمليتين انتحاريات حتى يستطيع أنه يقلب كل الأمور ويعيدك مرة أخرى الإرهاب والعنف والعمليات الانتحارية وغيره أول شيء كيف تفشي المخطط عدوة حتى تنتصر ولذلك بمواجهة ما تقوم به إسرائيل علينا كفلسطينيين أولا نتفق جميعا والمصالحة يجب أن تخدم هذا الاتجاه يعني ما نعمل اتفاق للمصالحة ويستمر الحديث أنه في برنامجين متناقضين خلينا نقول هناك رؤيتين رؤيتين على السحر الفلسطيني لكن الرؤية التي توفقنا عليها كفلسطينيين هي الرؤية التي الآن مقبولة من العالم مقبولة عربيا واللي البعض ربما ما يجيبهمش وهي أن نتوافق مع الشرعية الدولية يعني عندما يقال لابد من القبول بشروط الرباعية الدولية ويكرر الرئيس أبو مازل أن الحكومة القادمة ستلتزم بهذه المعايير نتمنى أنه كل الأطراف الفلسطينية الأخرى حتى لو قال واحد لدي تحفظ لكن يقول طيب يعني هون أنا سؤالي بدي أسأله أنه بعض القوى الفلسطينية بتقول أنه حماسوا فتح اجتمعوا وخلصوا انقسموا واتفقوا وما لهمش علاقة يعني بمعنى لم يشرك الكل الفلسطيني يعني التنظيمات الفلسطينية بعدين عملها حفلة في البداية وبعدين في التفاصيل لم يشرك الكل الفلسطيني في التفاصيل بين فتح وحماس وبالتالي يعني أنت كيف بدك تطلب من الكل الفلسطيني أن يلتزم بما تقوله فتح وحماس يعني بـ يعني هناك تنظيمات وبغض النظر عن حجمها يعني شوف أنا أريت مثل ما أنت أريت ردود فعل من عدد من التنظيمات الفلسطينية نعم أنا بأعتقد أنه يعني ما أقر في المجلس المركزي كان أنه الوفدة الذي ذهب يضم عدد من الفصائل يعني لم يكن فقط فتح ماذا جرى بعد ذلك بالحقيقة أنا غير مطلع على الموضوع لكن قناعة الشخصية أنه التوجه كان لدى المجلس المركزي هو أن تكون هناك مشاركة من الجميع ولا تقتصر على يعني ما يتم الحديث عنه أنه وكأنه محاصصة في حين أنه يعني الحكومة لن تكون عمليا حكومة فتح حماس يعني ستكون من شخصيات مستقلة ومع ذلك مثل ما قلت لك يعني أنا عم بقرأ مثل ما أنت عم تقرأ ردود الفعل من عدد من الفصائل الفلسطينية اللي قالوا أنه تم استثنائنا أتمنى شخصيا يعني لا يوجد مبرر وأنا متأكد يعني الأخ عزام الأحمد والإخوان في قيادة حركة فتح أنا متأكد أنه لا توجد والرئيس مية في المية لا توجد أي يعني رغبة باستثناء أي فصيل من أن يكون له دور نحن بدنا لجميع نكون مع بعض ويا دوب نستطيع أنه نقلع بهذا المركب ولذلك لا مبرر وإذا كان حصل أنه لم تشارك الفصائل الأخرى سابقا أتمنى خلال الأيام القادمة تشارك لأنه لا يوجد مبرر لعدم مشاركته وفي البعض في الشارع بكلك أنهم فتحوا حماس راح يتفقوا والجهتين ما بدهم مش انتخابات يعني خلاص بظل هالأمور ماشية وهو عمليا في إدارة الإدارة للانقسام مش محاولة إنهاء الانقسام بقدر ما هي محاولة إدارة الانقسام أتوف أنا بستطيع أأكد في هذا الموضوع أخده مني الكلام بشكل قاطع ورسمي الرئيس لن يقبل هذا الرئيس يريد الانتخابات هذه الحكومة مهمتها الأساسية والأولى الانتخابات هذا موقف الرئيس وبتقول حكي الآخر حكي أنا بعتقد أنه حكي زوايا وليس حكي في صميم الأمر لا الرئيس مصمم على أن تكون هناك انتخابات طب يعني سنتوقف عند فاصل ولكن بعد الفاصل سنكمل في هذا الموضوع وسنتحدث أيضا عن العامل وتأثير العوامل الدولية والإقليمية حول ما يجري في فلسطين فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونواصل هذه المكاشفة تبقى القدس برمزيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى لهذا الشعب الذي اسمه الشعب الفلسطيني ولتبقى مفتوحة لكل أتباع الديانات موسيقى القدس هاي القدس أولى القبلتين شنسينا وهي أيضا القدس المقدسة للمسيحية طبعا كنيسة القيامة وكنيسة المهد وغيرها من الأماكن المقدسة موسيقى هاي إلنا مقدساتنا أيضا بدنا نحميها بدنا ندافع عنها لأنه هاي إلي نحن المسلمين والمسيحين رمز التعايش ورمز السلام ورمز المحبة هذا أبرع نوع من التعايش الذي مضى عليه ألف وأربعمائة سنة وسيبقى إلى الأبد إن شاء الله كما علمنا عمر الخطاب في عهدته العمرية وكما يضطهدون المسلم يضطهدون المسيحي ونحن نعرف هذا لكن لا يحلم ولا للحظة أن تكون هناك فرقة بين المسلمين موسيقى أعزائي المشاهدين واصل برنامج حكي على المكشوف وضيف حلقتنا بالطبع الأخ نمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس محمود عباس أهلا وسهلا مرة أخرى عديدة هي المواضيع في الجزء الثاني سنتحدث عن تأثير العامل الإقليمي والدولي على الموضوع المصالحة على موضوع تشكيل الحكومة ولكن سأعود إلى سؤال سألته قبل الآن موضوع الأمن شعور المواطن الفلسطيني بالاستتباب الأمني هو أيضا ضرورة للاستتباب الاقتصادي ولا التطور الاقتصادي في نفس الوقت قضية تصريحات سأعود لها حقيقة ومش محاولة مني أنه يعني أرش ملح على الجروح لا حقيقة أنه الإنسان الفلسطيني بحاجة إلى استقرار وبحاجة أن يأخذ نفس وبالتالي تصريحات بعض المسؤولين إن كان من هنا أو من هناك فيما يتعلق بقضية المقاومة وطبيعة المقاومة هذه بحاجة إلى إجابة وبحاجة إلى توضيح للشارع الفلسطيني لأن الشارع الفلسطيني أيضاً إذا ما اتفقت كل الفصائل والشارع معها بالتأكيد والذي هو شكل أغلبية أكثر من كل الفصائل على أنه بدنا نكافح بالسلاح الكل بدي كافح بالسلاح ولكن إذا كانت المقاومة بالطرق السلمانية والطرق الشعبية وهذا أجمعت عليه أيضاً فتح وحماس الآن في ظل هذا الوضع وفي ظل التصريحات اللي بتخرج من أكثر من مسؤول حقيقة إن كان في حماس بوضوح وبعض المسؤولين الآخرين في فتح عن أنه الكفاح المسلح وفلسطين من البحر إلى النهر هل هذا يخدم توجهنا في ظل موازين القوى اللي تحدثت عنها؟ أي كلام متناقض لا يخدم على الأطلاق أنت عندما تتحدث عن سلطة واحدة شرعية واحدة بالأساس يجب أن يكون هناك أمن واحد أنت لا تستطيع أن تتحدث عن سلطة واحدة وفي أجهزة أمن أو تتحدث عن أمن واحد وهناك ميليشيا تقول تنظيم عندهم ميليشيا وبأي حق حماس بكرة بدي يكون لها مقاومتها المسلحة وما يكونش للتنظيمات الأخرى مقاومتها المسلحة وبالتالي هذا سيعيدنا أي كانت الآن النواية وإن عجب فلان أو ما عجب فلان هذا سيعيدنا إلى واقع أن هناك فوضى أمنية كل واحد عنده سلحة كل واحد أراسه طبعا وقتها إذا في واحد خالف وبعدت له اتنين من الشرطة يمكن الشرطة يكون عنده مسدس في رصاصدين الأخ الثاني عنده صاروخ في موازين القوى أصلا ولذلك هذا موضوع يجب أن يحل وأنا بعتقد جزء من الاتفاق وهذا شيء مهم الآن السؤال مدى الاستعداد لتنفيذ ذلك جزء من اتفاق المصالحة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بمساعدة عربية وخاصة الأشقاء في مصر إذا هذا المبدأ فعلا أو هذه الفكرة أو هذه الاقتراح مقبول معنى ذلك فيه استعداد سلفا أنه هناك أجهزة أمنية موحدة لها عقيدة ماشي إنما تخضع إلى المستوى السياسي في كل عملها هذا سنرى خلال الأيام القادمة إنما الفوضى الأمنية لا شك أنه ستؤدي أولا إلى إعطاء ذريع على إسرائيل ستحول دون ما نتمنى من إعادة إعمار قطاع غزة الآن الجامعية يتحدى أنه المطلوب تحسين الوضع الاقتصادي في غزة الجميع يتحدث نعم وفي وضع طيب كيف بدك تحسن الوضع الاقتصادي في غزة إذا تركت أنت السلاح بيد مجموعات مختلفة ومرجعية كل من لديه سلاح تنظيمه وليس خاضعا للحكومة والسلطة الشرعية هذا أمر يعني الجميع يتمنى إنه مع بداية عمل الحكومي حقيقة أن يكون هناك استعداد للتجاوب معه أما الفكرة التي تقول الأمن في غزة بظلمة المهوة والأمن في الضفة الغربية يبقى مثل ما هو أنا بأعتقد أنه هذه عبارة عن يعني إذا بقيها كأنه درت انقسام عبارة عن وصفة لإعطاء ذريعة جديدة لإسرائيل يعني إذا كان عندها ذرائع عبل ذريعة جديدة نعم ولذلك يجب الحضر الشديد من هذا الموضوع وأنا عندما يعني لما سمعت كلام الأخسماعيلانية وآخرين يتحدثوا أنه طواعية سنعطي وأستاذها وكذا المقرات الحكومية يعني كويس أن يسمع الإنسان هذا لكن ما هو أهم من هذا ما أكمل أن يقال شيء آخر أنه ندخل في مرحلة جديدة بأفكار جديدة بتوجهات جديدة مستفيدين من تجربة مريرة مرينة فيها واللي بحاول الآن يكرر أنه لا ما صاريش فيه غلط بالعكس إحنا الأمور كانت ممتازة إحنا كذا بالحقيقة بيكون عم بيخدع نفسه قبل أن يخدع غيره الوضع في غزة وصل إلى درجة لا تحتمل وهم يعرفوا جميعاً والوضع في غزة لما بنقول وصل إلى درجة لا تحتمل هذا مش بس بيقلم اللي موجود في غزة بيقلم كل مواطن فلسطيني ولذلك جميعنا يفترض أن نتصرف في هذه المرحلة القادمة بمسؤولية ومش عيب مرات أنه الواحد يقول أنه أنا اتبعت نهج معين هذا النهج أدى إلى نتائج معينة حقق هدف معين لكن الاستمرار فيه ربما يؤدي إلى عكسه ولذلك المطلوب الآن أن تكون هناك ما أمكن ما أمكن يعني حالة فلسطينية فيها نوع من التعامل مع الواقع ليس من منطلق الاستسلام إلو يعني تتحكي بمعنى آخر حالة من النوج السياسي يجب عند الكل الفصول يحاجة يا أخ مهر إذا ما كان فيه نوج سياسي مش بس كيبنا نتعامل مع بعضنا كيب بدنا نتعامل مع الواقع الإقليمي يعني إذا واحد بيفتكر إنه فلاني الفلاني لازال رئيسا في هذا البلد عوادة وهذا الشخص أعدم أنت بتسمع في ناس لسه بصفقه لناس قادي ما عدش وراهم ببلادهم ثلاث مؤيدين الله يرحمهم وبتلاقي فيه عندنا مين بيعملهم احتفالات مظبوط؟ صحيح يعني أنت هون تشير إلى يعني بديش أشير بدون ما أسمي لا 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 إقطار اللي بينعملهم هيك اقطار اقطار اللي بنعملهم هيك صحيح مش بس ببلد صحيح عرفكي؟ ولذلك قل الفلسطيني الآن ينطلق من وين مصلحته الوطنية يعني أنا أريد تصريح ما أرجو أنه يكون أرجو أنه يكون دقيق أنه في عدد من الإخوان من قيادات حماس يقال من بينهم الله خالد مشعد أنه طالب من قيادة حركة الإخوان المسلمين أنه رجاء أن أعطونا هامش أنه إحنا نتصرف كجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية وليس كجزء من حركة الإخوان المسلمين قرأت هذا لا أعرف مدى دقته لكن إن كان حصل فهذا بيكون شيء إيجابي أما استمرار الارتباط أو استمرار التورط بالحقيقة بأمور إقليمية تحدث حولنا يعني لا مانع أنه نقول والله أنه حماس ارتبط عقائديا أو أعرف كيف فكريا بس مش يعني تنظيميا يعني في بعض الأمور بالنسبة لموضوع المصالحة أيضا حتى تنجح المصالحة إحنا جزء من هالمنطقة بدنا نتعامل مع اللي سير فيها يعني مش بيحير يعني لا مش بيحير يعني في كاش تحكي أنت عن مصر مصر الرئة مصر التي قدمت مصر التي كذا وكذا عظيم كل ياته عظيم وما تشوفش أنت أنه اللي كل المؤشرات بتدل أنه هو الرئيس القادم اللي هو سواء المشير أو الأخ أو المواطن عبد الفتاح السيسي تسمع ما يقوله عن الإخوان المسلمين ما فيك فيكاش تغمض عنيك عما يجري الآن في ليبيا ولذلك إحنا كفلسطينيين بدنا نشوف كل هذا ونعود وما جرى ويجري في سوريا ونعود إلى ما كنا قد ثبتنا لسنوات طويلة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية نريد مساعدة كافة الأشقاء العرب لسنا طرف في أي خلاف عربي عربي منذ بدأت الأحداث الأخيرة وبالبلاد العربية كان فيه يعني نهج معين اتبع من قبل القيادة الفلسطينية لسنا طرف ما يتقرروا الشعوب العربية نحترمه ربما البعض حاول أن يزج هذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك يعني أنا الآن ما بدي أقول أنه والله فيه فصيل فلسطيني هو اللي وضع نفسه به لكن علينا في هذه المرحلة ونحن نتحدث عن المصالحة حقيقة أن يكون هناك قناعة أنه حتى تكون فيه مصالحة يجب وحكومة واحدة هذه الحكومة يجب أن تمارس دورها كاملا بالإشراف على أنت ما فيك تحكي أنه بدأشرف على الاقتصاد وبدأشرف على الأمن كيف بدأ يكون فيه اقتصاد إذا ما كانش فيه أمن كيف بدأ يكون فيه تنمية ولذلك إذا تحقق هذا وإذا استطعنا أنه نحسن علاقاتنا مع المحيط الإقليمي نستوعب ما يجري علاقاتنا بالعالم تتطور بناء على المواقف التي يقبلها العالم يعني عندما يستقبل الأخي أبو مازين في كل بلاد العالم من أقصاها إلى أقصاها ومواقفه تحظى بمصداقية وبتأييد هذا يفترض إنجاز لكل مواطن فلسطيني صحيح على هذا يجب أن يبنى مش آجي أنا أسمع إنه واحد على لقاء يتم مع ليفني في لندن نسمع عشرات التصريحات والتفسيرات البعيدة كل البعد عن الحقيقة اللي طلبت إنها تلتقي كانت ليفني واللي كان ضد اللقاء هو نتنياهو وبتلاقي أنت بيطلع واحد يعني فلسطيني بيصرع وليست مفاوضات وبيطلع لا يعني هاي أحد مشاكلنا إحنا كفلسطينيين إنه أحياناً بيطلع تصريح من واحد إسرائيلي يكون قال لك تفضل هاي يشوف الموقف الفلسطيني وبالتالي هون يعني يفترض يكون فيه مزيد من الوعي وتمديداً عند القوى السياسية يعني تكون فيه عندها مصدقية صراحة فيه نقل الصورة ونقل الواقع أنا يعني بدي أنتقل لموضوع المفاوضات تحديداً في هذا الوقت المفاوضات جمدة ووقفة إلى آخره وإسرائيل بلا شك في واقعنا الفلسطيني لاعب أساسي يعني ما حد بيقدر ينكر إنه إسرائيل لاعب أساسي وإنه ما فيش علاقة لا فيلها علاقة ونتنياهو قال بوضوح أنه سيحمل ويحمل الحكومة القادمة وكان قصده الرئيس محمود عباس مسؤولية أي رصاصة تخرج من غزة في ظل هذا الواقع كيف سيتصرف الرئيس محمود عباس وكيف ستتصرف الحكومة وحركة حماس وحركة فتح يعني هذا اللي أنا يمكن كنت أركز عليه في حديث ذات سابق يعني نرجو أن يكون هناك في وعي كامل خاصة من قبل الإخوان في خيادة حركة حماس ويأخذ بعين الاعتبار هذا الكلام الخطير اللي قاله نتنياهو ومردوده على الكل الفلسطيني موضوع المفاوضات ليس سراً لا توجد مفاوضات الآن في حديث أصلاً أنه يعني مارتين إنديك وفريقه ربما يعني يعتبروا أن مهمتهم توقفت الشيء الأساسي اللي يجب أن نحرص عليه رغم كل ما قلت سابق عن العلاقات الخاصة والمميزة التي طربت ما بين طربت الولايات المتحدة بإسرائيل يجب أن يبقى واضح للعالم كله أن المسؤول عن فشل المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي الذي استمر في الاستطان الذي لم يحترم ما تعهد به بشأن إطلاق الدفع الرابع من الأسرة وأنه الجانب الفلسطيني بتوجهه إلى المنظمات الدولية هو على حق المرحلة القادمة أنا شخصياً لا أعتقد أن الولايات المتحدة من الصعب علي يعني أي واحد عمل طيلة هذه السنوات بالسياسي من الصعب علي أن يتخيل أن الولايات المتحدة تقول أنه سحبنا إيدنا من هذا الموضوع ربما ستحاول الولايات المتحدة أن تترك الأمور إلى مرحلة تختبر فيها ربما تحاول تختبرنا إحنا كفلسطينيين أكبر أنه طيب شكلت حكومة جديدة أنه لا أنه إحنا انتقدنا نتنياهو وقلنا أنه نتنياهو يتحمل بسبب الاستيطان المسئولية وقلنا كمان أنه من بين الخطوات الأحادية الفلسطينيين راحوا لمنظمات دولية يعني حطونا بس مش على نفس المستوى يعني هذا سؤال رحجي كنت ناوي أجيه هذا السؤال مش على نفس المستوى ولكن يعني كمان سؤال بدي أسأله في قضية التصريحات المتناقضة اللي بتخرجت من واشنطن على من الرئيس الأمريكي وأكثر من مارتن إنديك وآخرين كانت في تصريحات متناقضة وانتقدت إسرائيل حقيقة علانية يعني وصار فيه أحيانا تراجع أو محاولة تخفيف هذه الانتقاضات من وجهة نظرك شو ممكن يترتب على هذا النظام؟ رغم الصياغ اللي طلعت حول موضوع التراجع لكن لم تنفي المضمون نعم يعني مثلا جون كيري يكرر فيه أكثر من مناسبة إنه البديل عن حل الدولتين هو نظام تمييز عنصري حكاها أكثر من مناسبة صحيح بلقاءاته هون مع الطلاب والشباب آلة موضوع الاستيطان فيه أكثر من مناسبة وقالها معنى في مقابلة أجريتها معه ومقابلة أجريتها معه ويستغرب من أنه إسرائيل تبني في أرض هي تعلم أنها ليست لإسرائيل بالضبط لذلك يعني الفوضيحات اللي كانت تصدر لم تنفي المضمون بمعنى أن الإدارة الأمريكية ليه تغير في على الأقل لا شك يعني هي بديت من يوم اللي انتخب أوباما صحيح يعني خطاب أوباما اللي بجامعة القاهرة وموضوع الاستيطان وغيره واضح تماما موقف الأوروبيين الأوروبيين الآن لا شك وهذا له علاقة أيضا بالسياسة اللي كان يعني والديبلوماسية النشطة الفلسطينية واللي قادها الرئيس صراحة يعني مش مجاملة ولكن هاي الحقيقة لا يستطيع عاقل أن ينكرها كان لها تأثير في التأثير أيضا عند صناع القرار في الولايات المتحدة وفي أوروبا ومزيد من الاحترام للموضوع الفلسطيني ونقضية الفلسطينية طيب يعني أنا بدي أحكي في موضوع أنت أشرت إلى موضوع المؤسسات الدولية والدخول في المؤسسات الدولية وقع الرئيس على الانضمام لـ 15 منظمة الحديث يدور في النهاية عن 63 على ما أعتقد هل فلسطين ماضية باتجاه أن تكون عضو في كافة المؤسسات الدولية شوف يعني أنا بعتقد من يعرف وشو الحكمة من موضوع أنه نأجل أو من أجل وكذا شوف يعني أنا بعتقد من يعرف الرئيس أبو مازين وطريقة عمله بيعرف أنه صبور إيما يقول آه وإيما يقول لا يعني إيما مرات ناس كتير يا أخي هذا وقت إنك تقول لا هذا وقت حتى تنضج لديه القناعة الكاملة لأنه التوقيت كتير مهم أنت مرات ممكن تأخذ قرار إذا أخذته قبل بوقت خسارة وإذا أخذته متأخر خسارة القرار في وقته ولذلك إحنا الآن عمليا ثبتنا حقيقة أنك قادرين ننظم أنه لا نلحق وها نحن أعضاء في عدد من هذه المنظمات يفترض أي طلب لأي منظم جديد إطراعي في كل هذه العوامل وأنا بأعتقد أنه الموضوع يعني مش أنه تحت ضغط لأنه كتير بيحكوا ولماذا ولماذا عليك أنت دائما لما بتأخذ خسارة يعني على سبيل المثال في بعض المنظمات الدولية اللي بتقدم مساعدات لدول العالم الثالث منظمة الصحة العالمية نعم في أعضاء كونجرس مثل ما عملوا بين يونيسكو ممكن يعملوا منظمة الصحة العالمية يقول لك بدنا نوقف في التمويل وننصحب صدقني لو حصل هيك رح تيجي دول بتصوت معك تقول لك الله يخليك بلاش نحن بدون مساعدات أمريكا صحيح نحن من الرعي كمان ظروف أصدقائنا في العالم ولذلك ولذلك القرار الصحيح في وقته نعم طيب يعني هل لا يوجد دور أسألك عن زيارة قداسة البابا إلى فلسطين يعني مع بداية الأسبوع كيف هي التحضيرات كيف هي أيضا الرؤية لزيارته يعني شو المطلوب من زيارة البابا ولما يمثله في العالم المسيحي على امتداد الكرة الأرضية شوف أنا يعني اشتغلت سنوات طويلة في إيطاليا وأقمت علاقات وطيضة بس تطيع أقول مع الفاتيكان كنت أنت على مدى عقدين أو ثلاثة عقود تقريبا السفير وبعرف 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 عدد كبير يعني من الكرادلي ومن الشخصيات الفاتيكانية اللي لها مواقف بالحقيقة لا يمكن لأي واحد يتصور مدى تعاطفها مع الشعب الفلسطيني كثيرين لا يعرفوا أن الفاتيكان رغم كل الضغوط رفض أن يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لغاية عام 1993 بعد أن وقعنا اتفاق أسلو وقبل ذلك لم تكنوا نقل كان موقف الفاتيكان يقول سنقيم علاقات مع إسرائيل في نفس اليوم الذي يتاح للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصير هذا رابع بابا يعني يزور فلسطين صحيح أن الزيارة الأولى للبابا بولوس السادس تمت في الأربعة وستين في ظل ظروف مختلفة البابا الحالي يعني مثل ما يظهر في كل لقاءاته تحركاته قريب جدا من الناس يعني بيعتبروه أنه بابا الفقراء لأنه وهو في الأرجنتين كان رجل على تواصل دائم مع الفئات المهمشة مع الفئات الفقيرة مع ولذلك أنا بعتقد أنه إنسانيا سيكون في غاية التعاطف مع الشعب الفلسطيني قبل مجيئه حصلت من الجانب الإسرائيلي مجموعة أعمال وصل صداها إلى الفاتيكل مش قصة يعني هذه اللي بسموها شارة الثمن أو إننا نحطوا يعني شعارات مسيئة لسيد المسيح نعم ولمريم العذرة بشكل كتابات على الكنائس صحيح أيضا بعض الأمور اللي إلها علاقة بالفاتيكان مباشرة يعني حتى الآن في قاعة اللي هي العشاء الأخير نعم اللي للسيد المسيح مع تلك نعم الفاتيكان يطالب إنه هذا المكان يعني مكان ديني العشاء الأخير أنا لم تحكي مع المسيح يعني العشاء الأخير رد الفعل الإسرائيلي حتى الآن رد فعل يعني رافض ولا يمكن والآن بدأ في حديث من من مثقفين كبار يهود بقوله إنه أحسن لسنوات طويلة كنا نقول إنه فكرة الدولة الدينية مرفوضة من اليهود لأنه اليهود بدهم يندمجوا في مجتمعاتهم يعني أنت لو جيت تقول لواحد يهودي فرنسي ولا يهودي إيطالي تقول له فرنسا المسيحية كان هو رح يكون أول من يبادر يقول لا يجوز الحديث عن الدولة بمفهوم ديني وبالتالي وبالتالي لأهم يكانوا إيش مع التعددية مع العلمانية مع يلاحظ الآن أنه في إسرائيل تنمو ظاهرة الدولة الدينية قصة اليهودية وبالتالي تنمو ظاهرة العداء لدينين مرة بتكون الدين الإسلامي الدين الإسلامي هو العدو لفوق لما بتعلق بالوجود على الأرض ومرة أخرى العداء أكبر للمسيحيين باعتبار التاريخ يعني هذا بأعتقد موضوع يحتاج إلى حلقة وحلقات في قضية يهودية الدولة بختصرك ماهر بختصرك شغلي حول هالموضوع هو معقد بس بختصرك جملي بالفاتيكان كان في لجنة قالت شغلتين لا يجوز أن يكونوا مقتصرين الآن على اليوم شعب الله المختار ليسوا يهودي اليوم وأرض الميعاد ليست أرض الميعاد لليهود اليوم شعب الله المختار اليوم هو كل من يؤمن بالله وأرض الميعاد هي أرض الميعاد لكل من يؤمن اليوم بالله هم كانوا زمان أول من آمن لكن ليسوا وحدهم اليوم وهذه عملة مشكلة كبيرة ولذلك أنا بعتقد مع زيارة قدسة البابا اللي الشعب الفلسطيني بكل طواف الحمد لله أن الفلسطينيين تاريخيا ما كانوا يعرفون حتى اليهودي ما كانش مطاق يعني كان هناك التعايش دائما مسيحي يهودي على هذه الأرض ولذلك بهذا الروحي أنا بعتقد الشعب الفلسطيني كله يستقبل خداسة البابا في زيارته القادمة يعني طبعا كل وسائل الإعلام الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني بكل طواف أيضا تعودناش نحكي طواف لأنه ما ما منحكي إحنا منحكي فلسطينيين وشعب واحد وما في عندنا كلمة طواف بصراحة كلمة غريبة عندنا ولذلك نحن كفلسطينيين نستقبل قداسة البابا وأيضا نستقبل البطريا من لبنان يعني جاء إلى بلده الثاني فلسطين كل الشكر لك أخ نمر حمد المستشار السياسي لسيد الرئيس محمود عباس وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين إلى اللقاء الأسبوع القادم وحلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة